هجوم واسع تشنه قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة الكدحة بريف محافظة تعيز حتى الآن تمكنت قوات الجيش الوطني من خلال هذا الهجوم من استعادة السيطرة على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منها قبل القرون ومنطقة الميهال ومنطقة المكازمة والوحدة الصحية في هذه المنطقة واقتربت من السيطرة على مدرسة خالد بن الوليد التي كانت تتمركز فيها الميليشيات الميليشيات فرت من هذه المنطقة وتلقت ضربات موجعة وخسائرها كبيرة بحسب مصدر في قيادة الجيش الوطني فإن الميليشيات خسرت عدد كبير من قواتها بين قتيلا وجريح في المواجهات كما تمكنت قوات الجيش الوطني من اغتنام عدد من الأسلحة التي كانت بحوزة الإنقلابيين وتقصف منها القرى السكنية في منطقة الكدحة منها أسلحة ثقيلة أصبحت الآن بحوزة قوات الجيش الوطني فواز الحمادي قناة بلقيس من قبهة الكدحة تعز